في درس اليوم راح أعلمك كيف تشيل الخلفية من الصورة بهذا الشكل حتى لو ما كانت شاشة خضرة بهذه الثلاثة الطرق المجانية 3D Keyer Power Window Delta Keyer زائد شوية بونسات للمساعدة بداية راح أحط خلفية سادة عشان نقارن نتائج الطرق الثلاث اللي بنستعرضها سوى نسويها من مؤثرات Generators Solid Color اللي هو لون كامل نحطى الحين صورة Deadbull ونبدأ بطريقتنا الأولى واللي هي Effect 3D Keyer وتقعد حصلها من مؤثرات OpenFX بإمكانك تسوي scroll بالفارق في القائمة بس على السريع تكتب في شريط الباحث هنا 3D Keyer وتسحب الإفكت على الصورة أو الفيديو الموجود عندك في التايم لاين قد تشوف أنك ما تريد سوي شيء بالأول نفتح الإنسبكتر من أعلى اليمين وراح تطلع لنا كل تفاصيل LFX وتتأكد بعد إذا الإيقونة مفعلة من جهة أسفل الإسار تضغط عليها وتنزل تحت إلى OpenFX Overlay هنا تتأكد تسحب الفارق على الخلفية اللي توقع تزيلها مثل ما تشوف انشارت الخلفية الوردية وطلع وراها الخلفية اللي حطيناها أول الدرس عشان نشوف النتائج لنتيج أفضل نضغط على Flat ونزل على طول ل Dispill وتسحب آخر شيء نشوف هنا أزال الخلفية بالكامل نجرب على صورة ثانية نحط صورة كوب القهوة والإشموع وكل حالة إذا نبغى نشتغل على صورة نجيب المؤشر على الصورة ونضغط عليها ونتأكد أيضا من رمز LFX إذا نفعل الحين نسحب المؤثر على الصورة ونشخط بالفارق وكل أسف ل3D ما شار الخلفية ليش؟ لأن الخلفية رمادية وأيضا فيه أجزاء من الصورة فيه من درجات الرمادي فصار لنا في هذه الصورة مثل ما نشوفها الحين هذا النوع من الأفكت يزبط بس على الصور اللي يكون فيه لون الخلفية مغاير عن ألوان الأجزاء اللي نبغى نحددها وأيضا تكون بلون واحد حتى صورة المرة هذه الخلفية حقتها فيها أكثر من لون ما رح يضبط عليها ل3D Keyer طيب ليش تورينا حاجة ما تشتغل؟ عشان لا تروحوا تجربوا وتفكروا أن كما سويتوا الشغلة بالشكل الصحيح فبالتالي هذا النوع من الصور نقدر نزيل خلفية الصورة بس بالطريقة الباطئة تحديد يدوي واللي هي رح نستعرضها الحين الطريقة الثانية من صفحة الألوان تنزل تحت إلى ويندوز بتشوف عدة أشكال للتحديد تختار القلم عشان حدد كوب القهوة والشموع اللي معاه بتشوفني هنا حدد النقاط فوق الشمعة أنا الحين قادة أحدد النقاط بشكل سريع بعدين بارجع للخطوط وأعدل فيهم وقوسهم على الحدود حددت الشموع الأولية الحين بأحدد الشمعة المربعة عشان حدد شكل ثاني نسوي إضافة شكل التحديد وأخيراً حدد كوب قهوتنا نضيف تحديد القلم خلصت التحديد الحين بأعدل في خطوط التحديد لما خلصت التحديد والتعديد نروح الحين إلى نوتس بزر الفارة اليمين Add Alpha Output تشبك النقاط الزرقة مع بعض لإزالة الخلفية نرجع إلى صفحة الإدت عشان نستعرض نتيجة أو شكل تحديدنا بغير اللون هنا هناك طريقة سريعة وفعالة في نفس الوقت لإزالة الخلفية من هذا النوع من الصور عن طريق Magic Mask لكنها موجودة في نسخة الستوديو بس 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 إذا توق مبتدئ ومو جاي على بالك تدفع الفلوس على شيء مو متأكد أنك بتستخدمه باستمرار أو بعده ما وصلك مفتاح نسخة الستوديو راح تضطر أنك تستخدم هذه الطريقة على البرنامج ما في حال آخر الطريقة الثالثة Delta Keyer وتكون موجودة على صفحة الفيوجين نحط صورة Deadbull مرة ثانية نحدد بالفارة على Media N تعني نضغط مفتاح Shift مع مسافة تقرأ سوي لسكرول بالفارة أو تكتب في صندوق البحث Delta Keyer وتضغط إدخال من بعدها تروح إلى لون الخلفية اختار لون الشاشة تيجي هنا على اللون الورد تحاول تختاره ما هو راضي يضبط مثل ما ذكرت لكم عشان تشيل خلفية لازم يكون اللون مغاير تماما عن لون الأجزاء اللي تبغى تقسها حتى لا قانت التدرجات بعيدة لـ 3D Keyer و Delta Keyer يضبط بشكل أكثر على الصور والفيديوهات اللي تكون فيها شاشة خضرة فنجيب لنا فيديو في خلفية خضرة أنا جبت هذولا للسنورين المشهورين نروح إلى لون الخلفية تختار لون الشاشة أضغط عليه بالفارة أوكي الحين تروح إلى View Mode Matte تحته بعد Matte من Threshold تسحب مؤشر اللو لحد ما يصير الأسود مطموس ما فيه بقع بيضة والـ High نسحب الجهة الثانية عشان الأبيض ما يكون فيه أجزاء سودة الحين نرجع إلى Final Result النتيجة النهائية بتشوف الخلفية بالكامل والحدود صارت نظيفة الحين بعزيل الغطة عن بعض الطرق المجانية لإزالة الخلفية برها للبرنامج تضغط زر Start أو بداية وتكتب في البحث Paint البرنامج موجود بشكل تلقائي لمستخدمين نظام Windows نجيب صورة كوب القهوة هنا مرة ثانية نسوي كروب هنا وهنا الحين نسوي تحرير كامل الصورة ونضغط هذا الزر بتشوف هنا أزالة الخلفية الرمالية لكن نترك بعض الأجزاء هنا ضلال الشموع والكوب نفس الشي بنسوي على صورة المرة الطريقة الثانية من موقع Remove PG الموقع بإمكانه إزالة الخلفية بشكل نظيف ومرتب حتى في النسخة المجانية لكن مثل ما ذكرت في فيديو سابق لي أن عيب النسخة المجانية تقلص حجم الصورة إلى النص الفيديو عند بنشر الضغط وتتكلم عن شي غيره؟ ولد تبغى شي الخلفية ولا لا إذن لا تذاكع علي درع أشوفك إذا تعلمت شي أو عدة أشياء في درس اليوم اضغط زر العجاب بس إذا لا زال عندك تساؤلات تكتبها لي في تندوق الوصف وراح أجاوب عنها وشكراً لتركيزك معي في درس اليوم وشوفك على خير في الدرس الجاي